كلام حضرتك جميل جداً يا دكتور علي هو أول حاجة إن إحنا مش أي حالة سمنة إن هي بتحتاج جراحة لازم نبقى فاهمين كده كويس تمامي فاهم ليه؟ لأن الجراحة لها ضريبتها فمعنى كده إن حضرتك مش أي حد إن هو نيجي عنده شوية سمنة وفيه بيجي لنا كتير أول في العيادات عينين بيبقوا مزايدين حاجة بسيطة جداً ويجي يقولك أنا عايزة عمل جراحة لأ إحنا لازم بنفهمهم إنت إمتى تلجأ للجراحة أول حاجة بيكون في عندنا حاجة اسمها بي أم آي بي أم آي ده كتلة جسمية إحنا معنا الصورة أتوضح شكل السمنة المفرطة عايزين برضو نوضح الموضوع بصورة قوية جداً لأستاذ المشاهدين وإنا بس عايزة نوصف وصف بسيط يعني الصورة قدامنا هي هل دي في اعتقادك دي سمنة عادية ولا سمنة مفرطة دي سمنة مفرطة دي سمنة مفرطة دي سمنة مفرطة نشوفها برضو معنا صورة إزاي إن إحنا هنقدر نوضح لأستاذ المشاهدين حساب الكتلة الجسمية تفضل لدور فإحنا بنيجي بقى بنقول إن حردك إن إحنا لما بنحسبها وبعدين نيجي نشوف نلاقي المعادلة بتاعتنا ابتدت تطلع لقينا دلوقتي إن هي زي ما حردك آيل من 18.5 إلى 25 ده طبيعي بعد كده من 25 إلى 30 وزن زائد ده مبنى بيبقى ضايت بس من 30 إلى 35 ده بدانة رقم واحد اتنين تلاتة أكتر من 40 ده خلاص بنسميها سمنة مفرطة مرضية ودي اللي هو بيبقى بيستلزم العلاج الجراحي ممكن طبعا أي حد من السادة المشاهدين يقدر يحسب لنفسه الموضوع ده مزبوط فهو ده الطريقة دي وإن هو بيبقى فيه برامج كمان دلوقتي على أندرويد أو الآيفون بتقوم حردك على طول بتديه أرقامه ويحسبها لك طب فيه كلامة دكتور هشام عن أنه برضو بنحاول نسهل على السادة المشاهدين موضوع يمكن يقول لك الناس ما تقدرش أنها تحسب الموضوع ده فالناس بتحكي وبرضو عايز رأي حضرتك فيه أنه احنا نقدر نقول أنه أنت فيه سمنة مفرطة إذا كان فيه زيادة 30 كيلو فور ايديا الويت أو الوزن المثالي هل ده صحيح؟ ومعنا صورة حتى أتوضح برضو الموضوع بصد حردك حاجة هو ده كان الطرق قديمة كنا بنحسب بيها قبل ما يبتدي يظهر معدل الكتلة لأنه ده أكدر مصداقية لأنه حردك ممكن يكون حردك عندك 30 كيلو ومريض طوله 190 سنتي في 30 كيلو ما يظهرش فيه خالص وفيه مريض يبقى طوله 150 سنتي 30 كيلو دول مصيبة عنده في دايما بيبقى كان لها محسوبيات كتير قوي وحيطرية حسابات وكانت بنقيس المزورة وصمك الدهون وكان لها أجهزة زمان بس دلوقتي ابتدينا خلاص كل الكلام ده انتهى ابتدينا نستعيد عن كل ده بكتلة الجسم زي ما احنا قلنا وطبعا السمنة المفروطة تبقى أكتر سمنة وسطية صح كده يا دكتور شيم؟ هو على حسب في توزيج الدهون دايما اللي حردك المريض اللي حردك ظاهر ده ده بنسميه سمنة مفرطة بتوزيج التفاحة اللي هي عبارة عن منطقة البطن والصدر هي اللي مليان فيه ممكن تلاقيه خصوصا في الستات تبص تلاقيها بطنها وصدرها رفيعين جدا بس كل توزيج الدهون عندها في منطقة الهنش والأرضاف في ده برضو دي تعتبر سمنة مفرطة في ده على حسب توزيج النية دي اللي بنسميها الكمترة لكن التفاحة دي اللي هو بيبقى السمنة دي موجودة في منطقة الجزع زي المريض ده وما بتبقى في الأرضاف بتسميها توزيج الكمترة في دي شكل الكمترة طيب يعني نقدر نقول إن فيه فرق كبير بين مريض السمنة العادي ومريض السمنة المفرطة ببساطة جدا تبقى ليه المقياس اللي احنا هنقيسه أو مقياس الكتلة الجسمية هو اللي يقدر يقول لي أنا في سمنة مفرطة ولا في سمنة عادي مضبوط يا فان طيب